اشتركوا في القناة ب43 عارضا يمثلون 17 دولة من جميع انحاء العالم مؤكدة سموها ان مملكة البحرين تمتلك ثروة من المواهب الفنية وتستند على تاريخ طويل من الابداع منذ خمسينيات القرن الماضي معتبرة سموها ان المعرض فن البحرين يمثل منصة مثالية ليعبر كل فنان بحريني عن ابداعه وموهبته الفنية وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زملائه الفنانين من بقية انحاء العالم موجهة في هذا الصدد لضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة بمجالات الرسم والفنون لاستقطاب الشباب من الجنسين من طلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية لينضموا الى المسيرة الفنية الحافلة ويشكل نواة المستقبل الواعدة في المملكة وقد اشهدت قرينة عهل البلاد المفدة بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة للمعرض منوهة في هذا الصدد بدور صندوق العمل تمكين لرعاية المعرض هذا العام قياسا للأثر الطيب والنتائج الإيجابية التي حققها في نسخته الأولى مؤكدة أن هذه الشراكة تبرز الوجه الحضاري لمملكة البحرين باعتبارها مركزا رائدا في رعاية الفن على مستوى المنطقة ووجهة راعية للفن وداعمة للسياحة التي تسعى المملكة للترويج لها بما يعزز من مكانتها وموقعها الجغرافي فضلا عن تاريخها العريق هذا وقدم رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى الخليفة عرضا موجزا حول دعم تمكين للمعرض من منطلق دعم تمكين للفن باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد ونمو المجتمع إلى جانب دعم الفنانين البحرينيين من خلال تنظيم عدد من المعارض الفنية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة العام الماضي لفنانين بحرينيين في العاصمة لندن من أجل إبراز مواهبهم على المستوى الدولي وتصليت المزيد من الضوء على الفن البحريني من جانبها شهد الشيخ راشد بن خليفة الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية بدعم القيادة الرشيدة للحركة الفنية في مملكة البحرين وتطورها على مدى السنوات الماضية مؤكدا أن عدد الفنانين البحرينين في تزايد مستمر وأن حماستهم دفعتهم لمزيد من العطاء والإبداع مما وضع أعمالهم وفنهم في مصاف الأعمال الفنية العالمية التي تلقى الإشادة والتقدير على الدوام موضحا أن جمعية البحرين للفنون التشكيلية ستواصل نهجها في دعم الفنانين بشكل عام والفنانين المبتدئين بشكل خاص وفتح آفاق جديدة لتطوير مهاراتهم في هذا المجال الرحب هذا واستمعت سمو وخفظها الله إلى مدخلات الحضور حول تطوير النسخة الثانية من المعرض الذي سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من مارس الجاري بمشاركة فنانين عالميين إلى جانب مشاركة ستة وثلاثين فنانا بحرينيا معظمهم من الشباب كما تم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول تجربة معرض فن البحرين عبر الحدود على مدى سنتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة